في ملف الأدوية كشف المدير العام للصيدالية المركزية للمستشفيات سمير فرحات عن اقتناء 500 دواء لتعزيز مخزون الصيداليات وصيداليات المستشفيات خاصة منها التي عرفت ضغطا خلال الأيام الأخيرة مبرزا أن السلطات العمومية لم تدخل أي جهدا من أجل توفير الوسائل المالية اللازمة لتوفير العلاجات وأرجع المسؤول نفسه أسباب الضغط الذي تم تسجيله إلى الانفراج ما بعد فترة جائحة كوفيد 19 والعودة إلى نشاطات طبية سيمة بالمصالح الشراحية بصفة عامة وظهور مرضى جدد تدريجيا حيث ارتفعت وثيرة النشاطات بالمصالح المذكورة مؤكدا أن الصيدالية المركزية تسطر برنامجا استباقيا وفق طلبات المؤسسات الاستشفائية لاقتناء العديد من الأدوية بما فيها المستعملة في التخدير حسب الاحتياجات المبرمجة ولكن غالبا ما تتجاوز هذه الطلبات الكمية التي تم اقتناؤها بسبب تسجيل عدد شديد من المرضى مما يخلق الضغط عليها